موسيقى 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 اجهاد لعابة النادي الاهلي احنا بنلحم سنتين او ثلاث سنين في بعض في لعابة مستهلكة ما بين النادي و افريقيا و صوبر و صوبر افريقي و صوبر محلي و انضمام للمنتخب فترات الرحة بليلة اوي وهتلاقي ان اللعابة الموجودة النادي الاهلي بقى الكيان دا كله من اسماء اللعابة المضموم أو المستبعد أو الإعارة الناد الأهلي هيبقى راجع بشكل تاني خلص هتشوف نجمة مختلفة عن اللي احنا احتفلنا بها العشر هتشوف نجمة مختلفة إن كل واحد جاي عايز يقول أنا موجود أنا لازم أكون متواجد وسط الحداشر لاعب أنا عايز أحقق طموحاتي مع الناد الأهلي اللي حاصل على كل البطولات أنت بتحزن أن الأهلي بيفقد بطولة زي كاسمس عشان أنت متعود أنه بيحقق كل أنواع البطولات اللي موجودة على مدار سنة عشرين واحد وعشرين أي بطولة متواجدة الناد الأهلي بيحقق أدوات وإحنا تعودنا على ده إذا كنا لعيبة أو دلوقتي بنا متفرجين ومن جماهير الناد الأهلي عايزين الناد الأهلي في حتة دي بسازن برضو الناس في دام الشمعة والله بسازن الناس بقى فاهمة أنه وارد جدا أنه الأهلي يخسر بطول يعني وهو طبيعي جدا أنه ما فيش فريق في العالم كله أنت بتكلم مبارح مثلا كل الكبار في أوروبا مثلا خسروا يعني عندك بقى المينيخ مرعب خسر آيكس مستدام بقى له 30 ماطش مخسرش خسر مبارح برشلونة وريال مدريد خسروا يا راجل ده فريس سانزلما يعني جايب منتخب العالم مش هنحقق كل حاجة إحنا كمصريين وعشاق لناد الأهلي بنحقق بنقول إحنا عايزين تحقيق كل حاجة تمام الملك أو الكنج اللي موجود مش هيفضل طول عمره مش هيطلع القرار ولو جزء بسيط خطأ أو اخفاق في بطولة معين هي مش هنقول يعني مثلا إحنا نزعل لو كانت بطولة أفريقيا كالسوبر خلاص إحنا بنفكر تملي بنقلب الصفحة وبنفكر في ما هو جديد أنت عارف اللي بيزعى الناس إيه يا كابتر عام مش خسارة البطولة بقد أنه تحس أنه الفرقة ما قدمتش اللي عندها يعني أوقات كتيرة جدا الأهلي خسر بطولات بس إحنا كجمهور كنا شايفين أنه اللعيبة عملت عليها وزيادة وممكن جدا يبقى خسارة البطولة دي الأسباب كتيرة جدا لو لاحظت الفرق بين تقبل مثلا الجمهور لخسارة لقب الدوري والسوبر والسوبر المصري هتلاقي فيه فرق كبير جدا على رغم أنه الدوري هو الأهم بالنسبة للجمهور لكن الناس كانت متقبلة وعارفة أنه فيه أسباب كتيرة جدا كانت قدت لخسارة الدوري لكن السوبر مثلا كان فيه يعني غضب من الجمهور لأنه حسوا أنه ما عندكش أي عزر في الحتة دي اللي أنا قدر أقول أن بطولة الدوري اللي أنا عارف أنه فيه حاجات كتير قوي في ضغوط وفيه أربو مباريات وضغوط على اللاعبة والأحمال اللي كانت موجودة فيه حاجات خارجة عن قراطة نفسية خلاص إحنا باب نتكلم في إيه إحنا عزرينك في اللي جاي إحنا لا عزر غير البطولة تكون موجودة بالنسبة للسوبر المصر انتهت مش هنتكلم في القديم و هنعيش نحكي الذكريات فيها إخفاق بسيط أو فيها مش عايز أقول طراخي أو يعني أداء مش المطلوب لجمهور الناد الأهل اللي جاي هتلاقي مختلف الناد الأهل باللو جيت فكرت في أي تدريبة الناد الأهل بيعملها تلاقي فيه فرقتين بل ثلاث فرق باللي أنت جايبه من بره بتدائمات اللي أنت ضيفها الناس حتى ملقاتش حاجة تتكلم فيها بتادي تتكلم عن تجديد العقود ده خلاص ده ماشي ده رايح في حتة ده كان موجود من يومين في المكان الفلاني و وقع على عقود عايز يفسد استقرار اللي داخل القرعة الحمراء ده إحنا بنتعودنا جزء من حياتنا هنا حتى في قناة الأهلي هتعودنا أنه يعني إحنا عايشين طول النهار بنصحح إشعاعات أو بنصحح أخبار مغلوطة عن نادي الأهلي وده بقى مفهوم بالنسبة لأنه أنا في الأول يعني كان الموضوع مدايقني جدا بس بقى كيف فهمت أنه فيه ناس كتيرة جدا عارفة قد إيه الأهلي ليه شعبية وجماهيرية وبالتالي أي خبر هنا عايزة زحزح الاستقرار ده لا مش بس تتدرب استقرار ده كمان شعبية وجماهيرية طبعا طبعا وتابعة وسوشال ميديا يعني ده بقى شيء روتيني مستر موسيماني عنده ما هو جديد في القادم اللعيبة عارفة إنت عايز منه إيه يعني لو أنت النهاردة بتتكلم بلسان جمهور أهلي يا كابتن عمر إنت بستني إيه من موسيماني مع النادي الأهلي السيزن اللي جاي أغير المفهوم اللي وصل للناس هل يناد من القادم لسيجال ما بين النادي الأهلي وأي فرقة موجودة كل الفرقة هذا موجود طول العمر وهيفضل موجود على طول احنا بيقول نادي الأهلي أنت خلاص عرفت الناس بتزعل من أهل لحاجة بسيطة أنت بتفقدها أنت جاء جهاز فني مجلس الدارة موفر لك كل شيء اللعيبة الجهاز التعاقدات الأمور المالية أنت مش مطلوب منك غير أن عفوا يعني أنا بنزل المباراة من أول دقيقة بنهي المباراة في أول عشر دقيق ده اللي أنت بستنين من مسا المسلمين السيزن أنت مش بقى أن أنا أكون متواجد وأدخله معايا في الجيم ويبقى نسبة الاستحواز بتاعته 50-50 التدائمات اللي حصلت تسمح يعني شايف أنها تسمح بدأ من وجهة نظرك هقولك فيه ممكن ناس كتير قوي بتتكلم أنا من أول لقطة أي لعيب جند الأهلي من اللي كانوا موجودين زي أحمد عبدالقادر زي عمار من أبناء الناد الأهلي الأهلي جابهم هتلاقي مثلا ميكسوني مثلا أول لمسة أنا من وجهة نظري المتواضعة أنا بقول أن الرجل ده قدم أوراق اعتماده للناد الأهلي من إمكانياته لاعب في ربع ساعة التناده هيجي 11 مرة استلم الكرة أكتر من 18 مرة عمل باص وتحرك وعمل أوفرلاب تحس أنه هو موجود من الناد الأهلي معه أنه نازل لإعتماد أوراقه هنشوف اللي جاي حسام عشان حسام حسن ده من أولادي اللي كان موجود معايا في نادي الجيش هتشوف منه ده هتشوف منه اللي انت منتظره هو فروت بسم الله ما شاء الله يعني عنده القوى الجثمانية والتحرك والعاب الهوى والتحكم في السيطرة على الكرة في حالة الضغط لعيب كويس بمعنى كلمة حسام مختلف عن شريف يعني اتنين يعني طبعا شريف حده في النادي الأهلي وهده في الدوري للمسلم الأخير والعيب الحقيقة أكتر من رائع وحسام حسن برضو زي ما يكون ناس بترشيد الحقيقة بصفقة حسام بتقول إنه مهاجم ما هيقدر يزبط قد تيشرت النادي الأهلي وقدر يزبط وجوده بس الفرق بين الاتنين اللي عيبه إيه وهل ممكن الاتنين يلعبوا جنب بعض هقول لك الحاجة الفترة اللي شريف كان متواجد فيها النادي الأهلي وطلع لإمبي قدم أوراق اعتماده في وجود الكابتن حلم وطلعهم بالأداء والأهداف اللي جابها وعما رجع النادي الأهلي نفذ نفس تكملة مسيرة إمبي واحرز الأهداف اللي مطلوبة منه إجادة إنه هو بيجيد التزديد بالقدم اليومنى والقدم اليسرى فهمه للدرس اللي كان إعماد متعب بيكلموا عليه لأنه هو أجيد ألعاب اللي هو واتمرن على كور فردية كور خاصة بي من الكور العرضية ملي من الشمال وابتدى يجدها شفناها في مدة بسيطة أهم حاجة اللي بيتواجد يا أحمد في النادي الأهلي يفهم الدرس عشان النادي الأهلي مش محقى الاختبارات النادي الأهلي بتاع النجومية بس اللي يجي لازم يعرف إنه هو هيخش البرواز من أوسع أبوابه ما عملش يبقى التأثير منه هو المنافسة اشتعلت في كل المراكز يعني أنت كنت لسه بتقول فيه عندنا فرقائتين جاهزين إنهم ألعبوا في نفس الوقت المنافسة دي إزاي استغلها ميستر مسلماني من وجهة نظرك وإزاي اللعيبة تتعامل معها لأنه بالتأكيد أي لعيب في مركزه عارف إنه فيه جنبه اسمينه وتلاتة بينفسه بتبقى نوع من أنواع الضغط أو التوتر يعني فيه لعيبة بتبقى يعني فيه لعيبة بيبقى إمكانياتها بتفرض نفسها على المدرب إن أنا ما كنش موجود برا المدرب أنا لأساس يكون موجود مين كان بنفسك بالمناسبة في مركزك؟ لا ده إحنا كنا كتير قوي كان طبعا وجود الكابتن علاء عبدالصادق أول حاجة وكابتن جميل السيد وكمونة وابو الدهب ومشير وإحمد أيوب وشرف وإبراهيم سعيد وحسام غالي كل دول كنا متواجدين في الوقت ده ويوسف جليعي في الحتة اللي جوا دي شوية حتة المساك إحنا كان بيقول لنا كلمة كده أنت اللي بتفحر مكانك يتسيبه وإحنا عارفين إنك هترجع له تاني في مورا إذا كانت إنذار أو إصابة أو متبادل ما بينكو مين هيبقى متواجد حسب أداءه لا إحنا أجبرنا الخواج هلعب بتلاتة أجبرنا مستر هارس نلعب بتلاتة جمال السيد ومشير والحديدي كامونة وابو الدهب ويوسف أيوب ومشير وابو الدهب جات فترة كان بيلعب هادي في الحتة دي ونلعب إحنا اتنين قدامه أجبرنا للطريقة دي ليه؟ هو محتر يقعد منه محتار تقعد منه إنت دلوقتي بتتكلم على الموجود متواجدين إحنا كلنا دلوقتي بنقول بك راية الناد الأهلي بك راية منتخب مصر أكره وإحنا عارفين إمكانيات محمد هني كويس قوي طبعا إنه راجل لعب كبير وقدر الناد الأهلي ولسه هيدي الناد الأهلي ده ودخل كمان كريم بالضبط دلوقتي إنت ضفت الرقم 3 كريم وممكن تستغل لو أغير طريقة اللعب عمار يبقى اللعاب المضطرف إنه بيجد السرعة والمروغات ده موجود في الحتة اللي في النص بتعندك السلم الموسيقي ما بين بدر ما بين ياسر ما بين أيمن الشاطر اللي بيثبت نفسه ومهما حصل التغيير أنا أساسي مش أتغير ومش هقدر استبعد رامي ومتوالي بالضبط عندي رامي ومتوالي وساعات بستعمل إمكانيات حمدي فتحي لو طريقة اللعبة وأنا في المرعب بيتم التغيير بسحب بياسر مثلا أو بسحب أيمن وبحط حمدي في الحتة دي عشان أستفيد من حتة لعيب في نص المرعب عشان أجد في الحتة الهجومية عندي لعيب يا أبو حميد المدير الفن اللي بيعنده 2-3 لعيبة بيجده في كذا مكان بيحلوله لخص في دماغه خلينا نقول لجمهور نادي الأهلي نقول لهم خبر سعيد الأهلي يفوز على الفتح السعودي في البطولة العربية بنتيجة 82-77 مبروك طبعا أبطال نادي الأهلي وكل التوفيق في البطولة قبل ما أكمل كلامي مع كابتن عمر الحديدي وعندي كلام في ملف الأهلي أخير نروح لفصل السريع ونرجع نكمل كلامي عن الأهلي ونكلم كمان على الماضيين بتوع منتخب مصر إن شاء الله في مواجهة ليبيا من دقائق يمكن كان فيه مؤتمر صحفي كارلوس كيلوش المدير الفني منتخب مصر وهقف مع أهم التصريحات طبعا قبل مواجهة ليبيا بس خلينا نقفل ملف الأهلي مع كابتن عمر الحديدي بسؤاله عن إحنا كلمنا أنه أغلب المراكز كابتن عمر بقى فيها وفرة في اللاعبين المنافسة بينهم بالتأكيد هتصبوا في مصلحة اللاعبة والفريق نفسه هل بانت أو وضحت رؤية ميستر موسيماني للتشكيل الأساسية أو اللاعبة الأساسية والتشكيل الأنسب من وجهة نظرك كابتن عمر مش هيبقى فيه تغيير زيما الناس متخيلة يعني يعني لا بديل عن الشناوي وبدر وآيمن أكرم وعلي حمدي والسلية وهو بيستعمل الميكس ما بين الاتنين بالتبادل ما بينهم وبين ديانج هتلاقي في الوقت ده وقت تلاقي حسين وهتلاقي أفشا وهتلاقي محمد شريف وهتلاقي ميكسوني موجود وهتلاقي صلاح موجود يعني مش هتلاقي التغيير زيما أنت متخيل اللي هو 3-4 اللاعبة في كائنة تشكيل 11 لاعب ده على ألف البداية خلاص أنت اللي أنت انتهت به هتشتغل عليه مع فترات التدريب اللي أنت بتعملها وفترة العداد المصغرة دي بتعرف مين هو اللي يبقى مصدر الدعم لو احتاجته في وجود التسعين دقيقة تمام وهتلاقي أحمد عبدالقادر هتلاقي حاجات كتير قوي موجودة عبدالقادر وعماره وهتلاقي عماره وهتلاقي برستاو هتلاقي بس احنا ممكن ما شوفناش برستاو بس شوفنا فردة واحدة بس الفردة التانية كان عندها مشكلة في الإصابة بتاعتها من جنوب أفريقيا وابتدأ يتعالج لغاية تواجد موجوده مع النبي أخذك لليبيا والمطاق المنتجر هم اللي جئين الأول هم اللي جئين الأول بس خليني أقول للناس أهم معنوين المؤتمر الصحفي وأهم الحاجات طبعا يعني يعني هو المؤتمر الصحفي بيتعامل ليه؟ أي مؤتمر صحفي بيتعامل عشان يجاوب على الأسئلة أو التساؤلات اللي موجودة في الشارع الرياضي وطبعا منتخب مصر يهم كل المصريين والأسئلة كانت كتيرة قوي الحقيقة في الفترة الأخيرة وعلى ما تلاستفهم مش كانت كتيرة بس كانت كبيرة كمان كنا منتظرين ظهور كارلوس كيروش عشان يتكلم ويوضح ويطرح رؤيته في الفترة اللي جاي لكن الحقيقة يمكن معظم تصريحاته الحقيقة وطبعا أنا هنا يعني مش عايزة أفترض سوق النية لكن يعني كان في بعض الأسئلة الناس محتاجة تسمع أجابات عنها وخصوصا في الأسماء اللي تم استبعادها للمنتخب والأسماء اللي تم ضمها في اللحظات الأخيرة للمنتخب وده حق مشروع لجمهور الكرة في مصر راجل اتكلم طبعا أنه أهم لاعب في المنتخب المصر الوقت هو تيشرت منتخب مصر تمام جدا مش مختلفين بس ايه جديد كلم على أنه سألوه على فترة الاستعدادها الكافية قالوهم بالتأخيد خمس ايام أفضل من أربعة وأربعة أفضل من تلاتة وتلاتة أفضل من اتنين وأنا بحاول وببزل جهدي عشان أحقق على حد تعبيره يعني الإعجاز أو المعجزة عشان أوصل فكري للعيبة كلم على أنه يعني وهنا أنا لازم أقف مع التصريح ده وأسمع رأيي كابتن عمر أنه 24 لعب اللي اخترتهم هم أحسن الأسماء الموجودة على مستوى الكرة المصرية في التوقيت الحالي وأتكلم على سؤاله بأنه فكرة تقلق محمد صلاح قال أنا من أول ما تم التعاقد يعني وعرفت أن أنا هتولى مسؤولية المنتخب وأنا سعيد جدا وفخور جدا أن أنا هتولى تدريب الكوكبة دي من اللاعبين وأتكلم سألوه على منتخب ليبيا لهم بالتأكيد هو منتخب قوي والنتائجه بتقول بما أنه في صدارة المجموعة فهو بالتأكيد أفضل مننا لكن في الوقت الحالي أنا بحاول وبشتغل مع اللعيبة نحن نكسب المباراة الجاية عشان نكون أفضل وأنا أستعيد الصدارة مرة تانية يعني أنا مش بتكلم بس على شريف وأفشة الحقيقة أنا بتكلم على كل الأسماء المستبعدة كلها الحقيقة سواء كنت بتكلم على مصطفى فتحي على مهند لاشين على أحمد سمير كلهم قدموا مواسم كويسة جدا وكانوا يستحقوا الحقيقة التواجد في المنتخب مصر إزاي شفت اختيارات كيروش وإزاي شفت الأسماء اللعيبة اللي تم استبعادها في اللحظات الأخيرة والأسماء اللي انضمت بدلها بس يا أحمد الردود دبلوماسية مش محتاجة يعني الردود دبلوماسية لفض الحديث إن أنا ما أتكلمش فيه يمكن هنقول إن المؤتمر بالكامل ما جاش فيه سؤال واحد يقول استبعاد اللعيبة ومش هنذكر إحنا كجميع نادي الأهلي أو لعب نادي الأهلي السابقين أفشا والشريف هم فيه الكلام بدبلوماسية تامة إن أنا بنهي الكلام إن أنا هم دول 24 من وجهة نظري طيب أنت عملت نفسك صدع صغير إنك سمعت عن أحسن لعب في الدول المصري أو هداف الدول المصري وأحسن صنع ألعاب متواجد ما بين النادي الأهلي ومنتقب مصر مستبعدين بدون أسباب الأسباب المعتادة اللي إحنا سمعناها كلنا زي ما إي حد تواصل فيها الكلمة المعتادة وهي القياسات اللي تعملت طيب أنت أنسب واحد أنت ترد عليها تقولي القياسات دي شكلها إيه عشان إحنا ممكن إحنا ما عندناش الفلسفة أو الأسلوب دوات وليلا ما لقيت حالة جدل يعني وحاجة شغل للرأي العام وفي ظل مسيرة كانت متعسرة لمنتخب مصر ما توضحش الأمور دي يعني أنا أعتقد أنه عقلية كارلوس كيروش بالمسيرة بتاعته والأندية والمنتخبات التي تشتغل معها الراجل جاهز جدا يتكلم إذا كان عن وجهة نظر هيعبر عنها بمتال وضوح والصراحة لكن يبدو أنه في حالة تعتيم كده بخلايا في شكوك هل هو أبو حميد عارف كل حاجة عن مصر ولا في جهاز معاون بيوضح له الرؤية إحنا هنا بنتكلم أنه هو بس اللي بيتكلم هو بس اللي بيرد طيب إحنا مقتنعي بس إحنا لينا حق أن إحنا نعرف هدف الدوري المصري هو فين مش متواجد ليه أحسن صنع علعاب موجود في مصر مش متواجد ليه ده السؤال اللي احنا عايزين نسأله مش لقين له إجابة حتى لو أنت مش واخدهم في الحداشر هم موجودين في الخمسة وعشري حتى الشرع المصري بيسأل إيه ده هو أول مرة نشوف أن المنتخب مصري موجود في مصر معاه أربعة بحراس ماربع بس كده كمان كابتن عمر يعني الناس يعني والحقيقة مش دفعا عن جوم نادي الأهلي حتى لما اتكلمت على أسماء اللي تم استبعادها اتكلمت على اسم زي مصطفى فاتحي لعب زمالك اللي كان معارل سموحة قلت إن الراجل مقدم موسم محترم جدا أحمد سمير معطلائها الجيش ولا ادراء يعني أكثر براء المعند لشين نفس الكلام وبالتالي هو مش دفعا عن اللاعبين اللي تم استبعادها وقد ما هو خوف على منتخب مصر لأنه المواجهة اللي جاء أو المواجهتين اللي جايين في منتخب فوق هنرد عشان السؤال الأولين اللي هو اتشيرت منتخب مصر أكمل لك بس الجزئية دي ليه الناس اللي زايد علاقها ليه لأنه انت استبعادت شريف وقفشة هيبقى منطقي جدا لما يكون مصطفى محمد ولا كوكا اللي انت ضمتهم وانا ما عنديش حاجة ضد الاتنين الاتنين مهاجمين كواسين جدا بس بعاد بقالهم فترة كبيرة جدا لما يكونوا مكسرين الدنيا ويعني مقطعيني الحشام ساعتها يبقى ممكن للناس تعدين ما فيش مشكلة أمور فنية بالضبط كده هنتكلم في فنية لما يكون عبدالله السعيد وفيه اتنين تلاتة جانبي صناع لعب موجودين يطمنوك على المنتخب وتستبعد أفشة أفهم داك واس جدا لكن تستبعد أفشة تبمين يعني وحتى مع كامل احترام لإسم عبدالله السعيد يعني معتقد أنه الناس كلها متفق أنه أفشة هو نمر واحد النهاردة في مصر حتى ولو كان عبدالله هيلعب أساسي أو هو يقدر ينفس فكرك بشكل أحسن أو بأسلوب أفضل أنت محتاج حد لأنه لقدره في حالة إصابة عبدالله أو حتى لو مش قادر يديك التسعين دي مين برضو ممكن يكون بديم هنوصلتيني للتكهنات والتوقعات وما وصلناش للرد اللي يهدي الشرع المصري من الفرويد والهوف ده اللي مش موجودين ومش بنقلم من قدرات الناس التانية احنا بنتكلم بصفة شخصية باسم النادل أهلي أنا بتفرج زي زي أحد هدف الدور المصري أحسن في رقود في مصر وأحسن صانع العب في مصر أنا عايز أسأل سؤال هو فيه ما تطلعنيش الشماعة الشياكة اللي انت دورتها أو البيبيون اللي انت بتلبسه على البدلة أن الراجل اللي موجود ده غير مؤهل بدنيا زي؟ تمرينة مجد أفشن برحكة عالمية منهو؟ انت بتكلمني في حتة زي غير النادل أهلي العب خلال اليان يعني النادل أهلي محتاج أن هو يريحه زي ما انت خدت قرار ان الرحى بالنسباله عشان عنده إجهاد كبير لقد رهي يكون أول واحد وهيكون موجود وبعدين النغمة اللي اسمعناها أنك بتندهلو جوه الفندق بإنيستة يعني انت عارف إمكانياته عارف هو دمي وعارف هو بيعمل إيه والراجل اللي تواجد في مطشين والديين جاب تلت جوال شريف يعني من أقل فرصة بيخلق هدف أو بيصنع هدف عشان ما نقولش باللغة تانية بيصنع هدف من أقل فرصة بيصنع هدف انت دلوقتي طب هل انت متحمل مسؤولية ان لو ما وصلناش طب احنا كنا خدنا هنرجع للكلمة هي طب انت في العقد بتاعك بولك لانت لو ما تقاهلتش انت مش موجود يعني دي مصر مش حق لتقارب قايب هدي القصة مصر مش حق لتقارب يا رجل ما تقاهلش ورجل انت قلت اول سؤال في الرد هايل كلنا هنحترمه عشان انت رجل عالمي زي ما بيقوله انك انت قلت تشيرت مصر تشيرت مصر دي ليه معنايات كبيرة قوي ليه معناك كبيرة قوي يقدر مدير فني جاي في الظروف زي دي وما عندوش الوقت الكافي انه ودخل على مطشين يعني تكلم على مطشين اللي بيها الوقتي بقوا أهم مطشين في المجموعة يقدر يعمل حاجة متوقع انك تشوف حاجة بصرف النظر عن نتيجة بتكلم على شغل وانه يوصل للعيبة وانه يترجم العيبة ده في الملعب يقدر يعمل ده وانا مع حضرك ابو حميد قلنا حاجة نرجع كده بالذكرة اولى من مستر فيرل انا مش هكمل مستر مسماني بدأ منين بدأ بفكره وبدأ ما اللي انتهى منه مستر فيرل بالمعاملة النفسية والتهيئة وخد منه اللي عايزه بدأ المسم الجديد شخصية مستر المسمان انا بشتغل في اخفاءات غانة متواجدة في الاختيارات في الاداء في الاسلوب في وجود الكابتن حسام المفروض اللي الجهاز المعاون بيهيأ لك الصورة امكانيات كل لعب الخمسة والتلاتين والتلاتين المضمومين لمنطقة بمصر هم احسن عناصر متواجدة في الثمانتاشهر فريق على مستوى الدور المنتز وبيضيف عليهم المحترفين يعني انت عندك كيان تقدر تشتغل به مش معقول هقول ان انا ما تفرقتش على مطشات وشفت الناس دي اخبارها ايه اقدر اعمل ميكس من اللعبة اللي موجودة مع المحترفين وقدر اخرج بالهدف من الستة بنت اللي جايين ازاي ايه الهدف من الستة بنت اللي جايين ومنتخب مصر قادر اتحقيق الهدف ده ولا لأ من وجهة نظر انت الوقت ليبيا ستة وانت اربعة تلعب هنا في برج العرب وعكاة تسافر تلعب معهم هناك معلش انا في الحتة دي بتحيز في حتة باسلوب ممكن اكون انا بتنرفز فيه انا مصر يا جماعة في ايه انا منتخب مصر مش اه منتخب مصر مع كامل احترامي اه كويس اكلمة كورا يعني انت شفت منتخب مصر مع انجولة وشفت منتخب مصر امكانياتك وشفت انت خرقت ورسمت الصورة لشارع المصر ازاي لا انا اقدر اغير ده كويس قوي بس مش اقدر اضيف حاجة مش اضيف حاجة خالص مستحيل مهما كان مع عصص حرية المواجهتين مع ليبيا رايح جاي صعبا من وجهة نزرة اه طبعا انا بالنسبة لي هو هنا هيقول لك انا هو جاي بيفكر في حاجة انا معايا بونت مش هفقده وهبقى متواجد ان انا اخد التعدل عشان اسيطر على الاداء في ليبيا لوجود انجيل الصناعي او نوجود الترتان زي ما بيقولوا انا هنا ما عنديش لباديل ان المباراة واحدة بتتبقى من هنا بالتلاتة بونت بتهيق لان انا اقدر اخد التلاتة بونت التانية بتوصل لان انا اقدر مفقدش البونت اللي هناك بس هنا اللي مطلوب مني الاول في ظل الاسماء المختارة افضل طريقة افضل طريقة تلعب بيها مع ليبيا هنا وافضل تشكيل يختاروا كابتن عمر يمكن انا اتناقشت مع حضرتك فيها واحنا في الفصل انا لها وجهة نظر يعني برضو بحطها من نهاية ان انا كنت مدرب في يوم الايام او لزا متوازن يعني لزا متصل بالحتة التدريبية ان انا مش هعوز حاجة من الناس اللي ورا غير سيردباكو والمعاون بتاعه حجازة والوينش ادي في وجود الشناء وطبعا رقم واحد حجازة والوينش بحط قدامهم واحد هو بيحب يدير دايرة نص الملعب بدون حد جنب وبيحبش القلق طريق حامد وبحط قدام اربعة بحط اكرم وبحط النني وبحط رمضان وبحط فتوح وبالعب بصلاح حر وبحط مصطفى محمد فرود يبانا كده تاني اتنين شناء وقداموا حجازة والوينش تمام بحط قدامهم واحد طريق حامد بحط قدامهم اربعة اكرم ونني ورمضان وفتوح اكرم ونني ورمضان وفتوح وقدام صلاح وقدام ومحمد مصطفى محمد انا بالهيئة اللي موجودة داخل التشكيل اتنين واحد اربعة واحد واحد ليه واحد اتنين تلاتة اربعة سبعة سبعة واثنين تسعة فاضل واحد فاضل واحد عبدالله السعي احنا من قد كويس تمام عبدالله السعي ايه هتلاقي في الوقت ده طريق بيضم على نص الملعب بيحوله للخمسة في حالة الحتة الدفاعية بينزل اكرم وبينزل حمد فتوح بيبقى اربعة في الوقت اللي انا هلعب وهضغط بفرودين لو صلاح جاي من تحت هيبقى صلاح تحتي عبدالله السعيد وهيبقى صلاح متدير والحرية من ناحية الشمال ومن ناحية اليمين في وجود مصطفى محمد سابت سنترفيرو مين اوراق الربح اعطيتها جنبك عندك انت احتارت كده من اولها لا مش احتار انت 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 مختار كده هتلاقي هتلاقي كوكا وهتلاقي اللي موجود زيزو يعني هتبقى محتار مين اللي يحللك خد بالك في الحتة بتاعت المنتخب القلومبي ما بين رمضان وفتوح في كم يلاقي ما بينهم وبين بعض هتلاقي انني بيميل على اكرم وهتلاقي عبدالله هو اللي موجود في الحتة اللي اشتغل فيها محمد صلاح واشتغل فيها مصطفى محمد والله هنتمنى التوفيق لمنتخب مصر يعني المطش اللي جاي تحديدا ما قبلش الاسم على اتنين لانه لقدر الله تعادوا لأو خسارة ده معناها انه مشوارنا في الدور الأول سيد احمد مش هدافع انا مفروض هجم في المطش هجم من اول دقيقة عندي اتنين طبيعي الطبيعي يعني احنا ما رايش بنقول الكلام ده معاك يعني الطبيعي انت حضرتك بتسأل هلعب اتنين فرود ما بقى يعني بضم طريق شوية في الناس اللي تحت بلعب بفرود واحد من عندي حجازي ولوينش مساك عندي نص الملعب فيه خمسة بل فيه سبعة مديه حرية لصلاح انه يتحرق زي ما هو عايز وعبدالله سعيد عشان يسلم ويغلل الناس من قدام عندي اكرم وعندي النني وعندي رمضان وعندي فاتوح عندي هو جايلي مش معا منتخب العالم بس عنده لعيبة كواسة أوي على مطشطهم وتابعة لعيبتهم اكتر ناس ملفتين للأذر لكين الفرود عنده صولة ده لعيب محترم جدا 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 وعنده حمد الهوني لعيب محترم جدا لعيبة تقدر تعمل الفارق كل التوفيق لمنتخب مصر خليني بقى في الوقت اللي فضل ناخد كده تعليقات واسئلة الناس لحضرتك وتجاوة عليها ايه رأيك يا كابتن عمر في استبعاد أفشا وشريف ممنتخب وإيه رأيك في صفقات الأهل الجديدة وتوقعتك نتيجة المنتخب أمام ليبيا وتحياتي لك يا كابتن عمر احنا ردين بالنسبة لأفشا وشريف احنا بنحترم الخصم كويس جدا وفي نفس الوقت احنا مصر اللي حققت بطولة أمم كذا مرة وراح الكسر أمم كذا مرة احنا عايزين الهدف الواحد ان التلتة بنت هم الهدف ايا كان الأداء شكله ايه التلتة بنت والمرحلة اللي بعدها يحل قالها فالحلال منتخب مصر ده قادر يوصل كاس علم بنسبة كم في المئة 60-40 60 نوصل ولا 60 ما نوصل 60 نوصل 40 لا طيب نروح للبعده لو قاي ايه رأيك في أداء النادي الأهل شفت اختلاف في المطشن اللي عابهم الأهل يعني الفترة او نهاية الموسم الأخير يعني لو اعتبرناهم بداية موسم هو بس ناقص الحتة بتاع النادي الأهلي الروح اللي هي تحقق الهدف تمام الروح هي أهم حاجة اللي احنا طول عمرنا على مدار السنين اللي فاتت دي كلها والأجيال الروح هي اللي تبقى رقم واحد بتسايدك لتوقع الامكانيات بالأداء اللي انت عايز لا يعني أنا بلازم برضو يعني أتكلم على لسان اللعيب اللي هي مستنزفة يا كابتن عمر ما هو؟ يعني أحساس اللعيب كده إنه بقى زي المكنة برضو فكرة إنك أنت تجدد الدوافع وإنك أنت تخلق الحوافز دي مش يعني مش بتغمعين وبتقف الودن وشغل دايركت على طول من غير ما طول له ريح أنا مقدر طبعا طبعا بناخد آخر تعليقين معنا محمد الرويني إيه نصحتك المدافعين في الأهلي وخاصة وخاصة بعد عدد الأهداف نتكلم على عدد رقم تاريخي يعني لا يليق حتى بمستوى اللعيبة للمدافعين ولا الشناوي كحارس مارم هي دي بتبقى محتاجة من من المدافعين بالكامل المتواجدين الأساسين أو اللي بيبقوا عادين مع بعض ما هو تم الخطأ فيه يا تلاشات زاي إننا حتة إننا الترحيل وحتة الألعاب الهواء وحتة إننا بميل وبشوف ظهره كويس قوي الحاجات البسيطة اللي ما ينفعش تتقال على الميديا لكل لاعب صحيح إحنا وإحنا موجودين بنمسك إزاي وكل واحد بيعتمد إننا أحجب الرؤية عن الفرود نجيب هدف وحافظ على شباكي تبقى نظيفة زي دي مهمة أو دي هجومياً الأهلي كان في منطقة القوة المسلم الأخير دفاعياً كان في علامات استفهام وبالتأكيد هتكون شغل شغل مستر مسلمان نروح لآخر سؤال أو تعليق من جمهور السادسة محمد أشرف بيسأل يا كابتن بعيداً عن فيوسيتاو ومكسوني تتوقع هل سيكون العمار حمدي وأحمد عبدالقادر دور مهمة مع النادي الأهلي وشكراً كابتن عمر آه طبعاً طبعاً عمار ده راجل لعيب شكر تقدر تحطه وتستعمله في أي حتة في الملعب إن إمكانياته بتعمل ده أحمد عبدالقادر عايز حتة معينة اللي هو إيه إيهيأ لنفسه المكان اللي هو جاي النادي الأهلي إنه هو في نادي كل نجوم لازم أكون أنا من ضمن الناس اللي حاجز النجومية دي بتفترق يعني بتفترق إن أنا جاي من سموحة ممكن أكون إمكانياتي كل الناس بتخدم عليه لأ النادي الأهلي إنت بتخدم على نفسك عشان تبقى حاجة نورت الدنيا أنا شايف إنه عبدالقادر وعماره مستقبل النادي الأهلي نورت الدنيا كابتن عمر أشكرك على وجودك معنا وبنسعد دايماً وجودك معنا في السادسة الله يخليك شكراً شكراً لحضراتكم على المتابعة ونقابلكم بكرة ومعات جديد وحلقة جديدة السادسة تحياتي لكل الأهلوية شكراً